هو الآن مع كلمة الأستاذ محمد الهادي السهيلي مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية ليحدثنا عن التجارب المقارنة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معالي الدكتور خميس بن سيف الجابلي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 معالي الدكتورة رحمة المحروك وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسسكو سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أصحاب السمو والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية العمانية للتربية والعلوم والثقافة على حسن التنظيم والأعداد والتنسيق للورشة الإقليمية الأولى لمثاق الذكاء الاصطناعي هذه الورشة تتنزل في إطار أنشطة كرسي الإيسيسكو لأخلاقية الذكاء الاصطناعي الذي وقعت عليه المنظمة والجامعة خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للإيسيسكو المنعقدة في يناير من سنة 2024 وتشكل الورشة الإقليمية الأولى لمثاق الذكاء الاصطناعي محطة بارزة في مسار دعم الدول الأعضاء بمنطقتين آسيا والشرق الأوسط ودول الخليج وذلك من أجل الإسهام في الرفع من جاهزية الحكومات في هذا المجال والسعي لتحسين تقييمات دولنا ضمن القياسات الدولية المعتمدة وسد الفجوات بينها أعمالا لمبدأ التضامن والتعاون الإسلامي وعلى سبيل الاسترشاد فقد تضمن تقرير أكسفورد إنسايت لعام 2023 مجموعة من عناصر قياس جاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي ومن بين هذه العناصر تبرز الحوكمة والأخلاقيات التي بدورها تحتوي على مجموعة من المؤشرات مثل التشريعات المتعلقة بالبيانات وحماية الخصوصية والأمن السبراني والإطار الأخلاقي للذكاء الاصطناعي كما يبرز التقرير وجود بعض الفوارق في جاهزية دول الأعضاء حيث يحتل بعضها مراتب متقدمة بينما تراوح أخرى مكانها في هذا التصنيف على سبيل المثال أمامكم التقييمات الخاصة بمستوى التصنيف لدول الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث نراحظ أن هناك تباين كبير في مستويات الترتيب فعلى سبيل المثال نجد أن دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وعمان تحتل ترتيبا محترما بينما تراوح بعض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الإسسكو مكانها في هذا التصنيف لذلك وجب العمل على دعم هذه الدول من أجل تحسين تصنيفاتها خاصة في التقارير القادمة لتقرير أكسفورد إنسايت بالنسبة لدول جنوب آسيا ووسط آسيا كذلك نلاحظ أن هناك تباين حيث تحتل بعض الدول مثل كازاخستان المرتبة الثالثة تليها أذربيجان وبنغلاديش وأسباكستان وباكستان ولكن هناك دول مثل المالديف وأفغانستان فهي تحتاج إلى دعم كبير من أجل أن تلتحقها بركب الدول التي تحتل مراتب متقدمة بالنسبة كذلك لدول إفريقيا فهي دول كذلك هناك تباين بينها هناك دول تحتل مراتب محترمة أو مراتب متقدمة هناك بعض الدول الأعضاء في منظمة الإسسكو والتي كذلك تحتاج إلى دعم من أجل تحسين ترتيبها في التقارير القادمة وفي هذا التصنيف الخاص بجاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي كذلك دول شرق آسيا نرى أن هناك بعض الدول المتقدمة في الترتيب مثل ماليزيا وأندونيسيا وهناك دول أخرى تحتاج كذلك هي دول أعضاء في الإسسكو وتحتاج إلى دعم وهذا التباين بين مستويات دول الأعضاء في الإسسكو يدفع المنظمة للعمل بشكل أكبر على مشاركة الخبراء بين دولها والاستفادة من التجارب الرائدة والمساهمة بتمكين الدول الباقية للمواكبة نستعرض كذلك في هذا العرض الذي سأقدمه جهود دول الأعضاء في حوكمة الذكاء الاصطناعي وهناك جهود ننوه بها وقد قمنا بتشخيصها في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تمهيدا للعمل الذي سنقوم به من أجل الوصول إلى المثاق النهائي الذي سيقدم خلال المجلس التنفيذي القادم من المجلس التنفيذي هناك عدة جهود قامت بها عدة دول أولها السلطنة عمان من خلال برنامجها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والذي صدر في فبراير 2022 حيث أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان برنامجا تنفيذيا بعنوان الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وذلك ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية للاستخدام والتبني المحلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وكذلك يتألف البرنامج من أربع محاور رئيسية أولها تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة وتنمية القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية ولكن أيضاً ومن أهم العناصر تحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي بمحورية إنسانية المملكة العربية السعودية كذلك أصدرت في عام 2022 مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حيث أطلقت السعودية هذا التقرير أو هذه الوثيقة الإطارية التي أعدتها الهائة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بهدف تسهيل تطبيق الأخلاقيات خلال مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتساهم هذه المبادئ في دعم مبادرات التنمية والبحث والابتكار في المملكة ولضمان إنفاذي واحترامي هذه المبادئ فقد توصي أوسط هذه المبادرة بإقرار جملة من الحوافز والامتيازات للمؤسسات والشركات المطولة أندونيسيا كذلك في 2023 أصدرت مجموعتين من المبادئ التوجيهية الأخلاقية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي كانت الأولى في الرسالة الدورية رقم 9 لعام 2023 الصادرة عن وزارة الاتصالات والمعلومات بشأن المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وكانت الثانية هي المبادئ التوجيهية الأخلاقية لهائة الخدمات المالية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول والجدير بالثيقة في صناعة التكنولوجيا المالية فينتيك جمهورية مصر العربية أطلقت جمهورية مصر العربية ميثاقها الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في 20 أبريل 2023 وتعد هذه الوثيقة بمثابة المحاولة الأولى لتوضيح تفسير مصر للمبادئ التوجيهية المختلفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول وتم تكيفها كذلك مع السياق المحلي ماليزيا من خلال خريطة طريق ماليزيا الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2021-2025 وذلك بهدف تعزيز دورها في مجال التكنولوجيا والابتكار وتتضمن مجموعة من الأهداف والإجراءات المستهدفة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في البلاد وتطوير التطبيقات التي تستفيد من هذه التقنية في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الخدمات الصحية، التعليم والحوكم الرقمية المملكة الأردنية الهشيمية من خلال مثاقها الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي صدر في سبتمبر 2020-2022 ويأتي إقرار هذا المثاق الوطني تنفيذاً لسياسة الأردن الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتشتمل على إنشاء أطر تنظيمية محلية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يعزز الإبداع والابتكار دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدارها لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الإرشادات والمبادئ التوجهية في شهر ديسمبر من سنة 2020-2023 وتقدم هذه الوثيقة إرشادات غير إلذمية لتحقيق التصميم الأخلاقي ونشد ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص وتأتي هذه الوثيقة تحقيقاً للأهداف والتطلعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة قطر الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الصادرة في 2019 واستراتيجية قطر في مجال الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على ستة ركائس أساسية التعليم الوصول إلى البيانات العمالة الأعمال التجارية البحوث والأخلاقيات وأوسط هذه الاستراتيجية أن يكون الإطار الأخلاقي الذي سيتم وضعه متسقا مع كل المعايير الاجتماعية والثقافية والدينية والمبادئ التوجيهية الدولية مع منصرة تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وقامت المنظمة كذلك بجمع هذه المبادئ منها ما هو مشترك مثل أشفافية نجدها في كل الوثائق تقريبا للدول التي تم تشخيصها وكذلك مبدأ الخصوصية والمسؤولية والعدل بينما هناك بعض المبادئ المتفردة تتفرد بها بعض الوثائق مثل الاستدامة والبيئة الموثوقية والتشجيع يعني الذكاء الاصطناعي من أجل قيم بشرية والإفادة للمجتمع وكذلك وثيقة ماليزيا تتفرد بمبدأ وهو مبدأ الرفاه والبينغ أخيرا أختم فيما يتعلق بالمنظمات الدولية هناك تجربتين رائدتين في هذا المجال التجربة الأولى هي مقاربة الاتحاد الأوروبي والتجربة الثانية هي مقارنة مجلس أوروبا فاتفاقية مجلس أوروبا اعتمدت في 17 مايو 20-24 وهي أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا تهدف إلى ضمان احترام المعايير القانونية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وأهم النقاط التي تميز هذه الاتفاقية أنها تتيح الانضمام للدول الغير الأوروبية وكذلك تتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر وهو نفس النهج الذي يتبنيه الاتحاد الأوروبي كما تلزم الاتفاقية كل طرف بإنشاء ألياتي رقابة مستقلة للإشراف على الانتثال الاتفاقية ورفع مستوى الوعي ثم أختم بمقاربة الاتحاد الأوروبي التي أصدرها خلال عام 20-24 وكما ترون أنها مقاربة حديثة من خلال قانون الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence Act وتقوم كذلك على فكرة المخاطر حيث يحدد الإطار التنظيمي أربع مستويات المخاطر هناك خطر غير مقبول مخاطر عالية مخاطر محدودة ومخاطر ضئيلة أو منعدمة ومن خلال هذا الإطار تحضروا من خلال الجزء الأعلى لهذا الهرم تحضروا جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديداً واضحاً لسلامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية بدءاً بتقنيات التقنيت التنقيت الاجتماعي Social Scoring والرقابة الاجتماعية Mass Service إلى الألعاب التي تعتمد المساعدة الصوتية للتجيء على سلوك خطير يمس من سلامة الأطفال أما المخاطر العالية وهي الجزء الثاني فهي متصلة بالأنظمة المستخدمة في مجالات حساسة التي يمكن أن تعرض المواطنين والصحاتهم ومستقبلهم إلى الخطر كالنقل والتعليم ومكونات السلامة للمنتجات مثل الجراحة بمساعدة الروبوتات والولوج إلى سوق العمل الحر كالتطبيقات وبرمجيات انتقاء السيارة الذاتية ومجالات انفاذ القانون مثل الأمن ومرفق العدالة وإدارة الهجرة والوجوه وأنظمة تحديد الهوية المخاطر المحدودة بها متصلة ببعث تقنيات مثل الروبوتات هي الجزء الثالث الدردشة تشاتبوت وغيرها التي تجيب فقط إعلام المستخدمين بأنها أنظمة تقوم على ذكاء الاصطناعي أما المخاطر الملعدلة فهي ألعاب الفيديو وغيرها من التقنيات التي لا تحمل على مطويرها أي واجب معين أخيرا نأمل أن تشكل هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمنظمات والأفراد من مختلف القطاعات والتخصصات وأن تسهم في تعميق الوعي بأهمية تطوير الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي قصد الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا خدمة البشرية عذرا على الإطالة شكرا على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته